السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظل التهديد بإيقافه محليا ودوليا موقف جهاز منتخب مصر من قهربا تحدث التقارير من داخل منتخب مصر عن الموقف بشأن احتمالية ضمن لعب محمود قهربا لعب الأهلي لمواسق المنتخب مصر المقبل وذلك سعداد المواجهتي ملاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية أفراقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم القادمة خاصة في ظلة الزبزو بمستوى اللاعب إلى جانب اقتراب المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل دفع الغرامة للزمالك وبالتالي احتماليات إيقافه من جديد ستة أشهر تقارير من داخل الجهاز الفني لمتخب مصر أكدت أن متابعة الجهاز لكهربا أمر طبيعي في ظل متابعة العديد من لعب الدوري المصري وتابع أن الجهاز الفني للمتخب والبرتغالي راي فيتوريا ينظر إلى اللاعب ولا ينظر إلى أزمات اللاعب من ناحية القانونية ومن المؤكد أنه ينظر لكهربا من وجهة نظر فنية بعيدا عن احتمالية الإيقاف مؤكدا أنه في حالة ضمه لمعسكر المنتخب تم إيقافه من جديد سيكون هذا شأن آخر ولكن التفكير حاليا على اختيار أفضل عناصر من أجل معسكر من منتخب مصر المقبل يذكر أن هناك احتمالية أيضا لإيقاف قهربا محليا من جانب لجنة الانضباط بسبب شكوى زمالك ضده ونتيجة تفاته ضد النادي الأبيض عقب مباراة القمة الماضية في الدوري الجديد بالذكر أن الغرامة وصلت إلى 2.5 مليون دولار بالفوائد إلى جانب غرامة تأخير 30 ألف فرانق ولا بد للعب من دفعهما قبل نهاية المهلة وإلا سوف يتعرض للإيقاف من جديد ترجمة نانسي قنقر